اهلا بكم معاكم سارة حسين مدربة الإرابة النهاردة هنعمل تمارين سهلة قوي في البيت تمارين لعضلات البطن هستخدم فيها كرة الكرة دي ممكن تكون بوزن أو ممكن تكون كرة البيبي اللي في البيت أو ممكن نستخدم أي حاجة صغيرة نقدر نمسكها كمقاومة عشان نقوي عضلات بطنية يلا بينا نبتدي أنا هحط الكرة على رجلي كعبي على الأرض سوابع رجلي مرفوعة علشان نشغل عضلات كتير في نفس الوقت خلي الكل على رجلي هنزل لورا وارجع أخذ الكرة بتاعتي وارجع تاني بها الورا ظهري مفروض هحط الكرة تاني وارجع كل تمارين من التمارين دي اللي هنعملها النهاردة 15 عدة أو 20 عدة عضلات البطن أو عضلة كبيرة فحنحتاج لها عدد كتير وعادتاً إحنا لما بنزيد بنزيد من بطننا فأكتر منطقة ما يحتاجين إحنا نشتغل عليها هي عضلات البطن فكل ما هنزود كل ما هنزود العداد كل ما هنحرق دون أكتر في المنطقة دي تاني تمارين معينا هحط الكرة على الجنب وارجع تاني جنب وجنب وفوق وارجع تاني قدام وشي وانزل بيها تاني وشي تمارين اللي بعده حرفع رجلي عدي الكرة من تحتيها وارجع تاني هنا وارجع هعد الكرة من تحت رجلي وارجع كل ما هيبقى أسرع كل ما هزود التوافق العضري عاصر دي عندي وفي نفس الوقت أشغل رجلي مع بطني ودرعاتي هي برضو شايلة الكرة اللي هي لو هي وزن هي شايلة يعني الكرة دي وزنها اتنين كيلو في تلاتة في كيلو في نصف كيلو وفي الكور الصغيرة بس لازم نستخدم حاجة عشان نحسن التوافق العضل العاصر بتاعنا هايد معاكم التمارين تاني الكرة على رجلي شايلها بركزها ان انا شد عضلات رجلي عشان أشيل الكرة بتاعتي هارجع لورا وارجع امسك الكرة تاني وورا احط الكرة على رجلي عشتين عدة للنس اللي بتبتدي على الاقل رايح عدة رجع من غير الكرة برضو عدة تاني تمرين معانا لعضلات الوسط هنا للجنب بخبط الكرة على الارض وارجع عشرة تاني انزلها تاني على الارض وارجع تاني التمرين اللي بعده ان انا هاعدي الكرة من تحت رجلي رجلي ورجل رجلي ورجل تمارين دي كلها تمارين لعضلات البطن هنشد عضلات بطننا هنخسسها وفي نفس الوقت هنحرق الدهون الزيادة لكيها دجلينا شغالة دراعتنا شغالة في نفس الوقت وفيه كمان عنصر مهم قوي هو التوافق العضل العصبي شغال معنا اشتركوا الحلال جديد